بلوفر رجالي بمقاس لارج فعلا انا عند البيان مهما كان الحردي عنكم تركيب او رجلان بألف عكس من الحمدلله وشغل الطريقة الاول مرة راح تلاقي على اليوتيوب ان شاء الله بهذا الفيديو راح انهي معكم البلوفر رجالي باشرته معكم باول جزء حكيت عن كان عندي اياسات جاسة حكيت عن كيف باشرت بشكل دائري الاكمام اشتغلتهم بشكل مستقيم بالجزء الثاني حكيت عن حردة اربدلان وكيف اشتغلت الطنقيس طريقة الطنقيس اللي اخدته عند الفواصل تركتكن عند الحردة هون بعد ما حردت ثلاثة ثلاثة وبرشت الطنقيس وولتلكم بشكر عند الياء وصلت فعلا انا عند الياء انا هون كنت عم بقيس القطعة جاهزة عنتي كلها خالصة اكمام بدن كله جاهز كنت عم بلبس ومعي على الابرة الدائرية عم بشتغل فالياس السهل فكنت عم بلبسه كل ما وصلت على مرحلة اخر مرحلة وصلت معه فيها هي عند هاي الاشارة انا بعد اصبعتين تقريبا من الاشارة بدي ابلش بحفرة الياء طيب انا شلون بدي احفر الياء اشتغلت طبعا هالتقريب الاصبعتين وهلا وصلت اني جدور حفرة الياء شلون بدي احفر الياء الياء اصلا بدي اعملها الياء عالية فاذا مطلوب مني الياء مدورة شكلها بهذا الشكل تمام؟ مهما كان الحرد ان كانت تركيب او رجلان هاي اليااء مدورة هذا الشكل شلون مني حفرة؟ بالعادة اما عنا تنصيص من نصص القسمين ومناخد هون عدد وبعدين منتدرج رح احكي عن اعدادي اللي اخدته انا قررت اني احرد واحد اتنين ثلاثة وبالنص هون عندي اربعة عشر قطة يعني سبعة لهالطرف هون ثلاثة اتنين واحدة قررت اني احرد بهاي الطريقة فعندي ازا كنتها بفرضة عم بشتغل كنت تركيب عم بشتغل رجلان مفصول يعني كل قطة على واحدة فعندي بدي احرد فعندي بوصل طريقتين يعني اما بوصل عند هالنقطة بشتغل بوصل عند هالنقطة بختم اول سبعة بروح برجع بختم بروح برجع بختم اتنين بروح برجع تكمل بعلق خيط هون من هون ببلج على الافة بختم بروح برجع بختم على الافة بروح برجع بختم على الافة وبكمل يا اما انا بحب اني اشتغل بطريقة بان اول دور بمشي فيه بوصل لهم بدل ما اخد ختمة لهون وختمة لهون ويصير عندي تعليق الخيط من النص فانا بحب اني اعلقه من هذا الطرف يعني مش هما تصدفني الفرق بين الختمتين بنص الياءة لذلك باخد الختمين من السبعة هون للسبعة هاي كله يعني الاربة باخدهم ختمة واحدة وبكمل شغلي نفس التنقيس برجع بعلق خيط هون وبكمل شغلي هاي في حاكت عم بشتغل مدورة في حاكت عم بشتغل مدورة مع كم تركيب في حاكت عم بشتغل مدورة مع كم تركيب بالنسبة لي طالما بدأ اشتغل يا عم دورة ورجلا ان كنت عم بشتغل من اعلى ان كنت عم بشتغل من الاسفل بحب اني تكون الحردة من هون لهون من هالفاصل لهالفاصل ان زدت فبطلع يمكن مرة او مرتين بس تكون القطعة موصولة اما في حال كنت عم بشتغل من الاعلى مقسمة الضهر والصدر ما بشتغل غير فقط من هون لهون ليش لاني بس مشان لاني بدي ازيد اعداد يعني اللي بدي اشتغله بالظهر لازم ازيده على الصدر فشان ما اغير الاعداد فبشتغل الحردة من هون لهون الاقام كلها من هون لهون واغلب الرجان اللي بشتغله راح تلاقيني عم بشتغل من هون لهون حرداتي ان اطلعت فبطلع شي بسيطية اما مرة او مرتين لكن بشرط اكون شغالة من الاسفل طيب عندي هلا انا حردت الرجلان هيا انا عم بشتغل بشكل دائري بشغلي هيا تمام انا ما عم بشتغل بشكل محصول شون بدي احرض طيب نفس العدد عندي سبعة هون سبعة هون ثلاثة اثنين واحد وهون ثلاثة اثنين واحد تمام شون بدي احرض انا وين باي شغل عندي الدور هون فانا بدي اشتغل تمام لوين بدي اوصل لهون نفس الشي اختم اول ختمة تمام واكمل دورتي هون انا اش بدي اصير عندي بدي ارجع يفرق معي الشغل بدي اصير عندي وجهين للشغل يعني افة ووجه فبرجع لوين لهون بشتغل برجع بختم السبعة برجع لوين لعند الثلاثة بشتغلها بالأفة بشتغلها بالوجه بختمها برجع بروح على ثلاثة ثانية بالأفة بختمها برجعو بروح على اثنين بختمoganfinder برجعو بروح hum2 من هون بختم étant برجعو بالوحد برجعا زلّا لهون و بختم اليقة صار عندي حفرة يقة والظهر اعلى من الصدر تمام نظام� انشغلت عننا هذا الفرق steals سبعة سنتيم. يعني تقريبا اربعة سابعة. تمام. صار عندي الشغل. طيب. هاي بالنسبة لطريقة الشغل هلا هي. هلا هيك. وانا اذا بدأ اشتغل آآ هاي هي عندي العداد. هاي هي. فبشتغل بوصل لهون. لهون. بختم هاي. وبكمل. بروح. بجي لهون. بختم هاي. بروح. برجع هيك. بختم هدول. هيك. بشتغل بخلص اليقن. بعدين بضم. اللي بدي اشتغلها وبشتغل. لهون المعلومات كلها ان شاء الله كلها بتاعك هو يعني. هلا مليجي على الشغل الدائري اللي من الاعلى. انا هون هلا ما بدي اختم. انا عندي هون آآ ياء جاهزة. عداد جاهزة. يعني انا اذا فرضا هلا متل الطريقة عم بحكي. حكيت هيك عنها. اني ختمته. بعدين ايش رح اعمل? رح اضم ياه. واشتغل طب. انا عندي اعداد جاهزة. عندي هي موجودة. ليش لسه بدي ارجع اضم فوقه? وارجع يا اما اعدادي بتزيد يا اما اعدادي آآ بطلع ناقصة. ومشاكل هالمشاكل بطلع? انا عندي ياه اجاسم ايسن. يعني بتفتح معي قد ما بدي. المهم اني آآ اغير نمر الابر اللي بشتغل عليها واشتغل اللي بدي ياه مهما كان موديله. وحتى موديل الياء. بفرض انك بدك تشتغلي آآ مسلا آآ هلا متل انا بدأ اشتغل آآ ريب مفرد. افب افب افب. بشتغل. بغير القبر وبشتغل. بشتغل. هلا مسلا بدأ اشتغل مسلا بضلع. بغير القبر وبشتغل. بدي اشتغل مسلا متل الياء. البلوفر الرجال اللي فرجيتكن ياه. فعندي هون اصبعه متل بيت المطط. هو مو بيت مطط. مشغول على الوجهين. متل بيت المطط. فانا هون بشتغل بيت. ما عندي طرفين اعليعي هون. فانا هون بشتغل بيت مطط. لكن اللي طريقة بيشار في عنا زيادة لازم نشتغلها. بعدين بنرجع بنختصر هالزيادة وبنطلع بالياءة. كمان ممكن. الغرض اني ما اختم. هالخط هذا ما اختم. ما بدي اختم انا. ليش? لاني انا عندي الاطعة الجازة. طيب. شتون بدي اشتغل? دايما بقلك كل شو بنشتغله? من الاعلى الى الاسفل. هو عكسه من الاسفل الى الاعلى. لكن اه محل ما منزيد مننقص محل ما مننقص منزيد. هذا الحكي دائما انا بتكلف اه قطعة بشتغلها. بحكي هذا نفس الكلام. عندي هون لا افترض معيك انا هلا هيك شغالة دائري من الاعلى. من الاعلى. بداية الصطر هذا هو. من هون بداية الصدر. هون عندي ياقة الصدر. كيف منقسم? نحن نيجي منقسم الياقة. بتحبي تبلشي من هون. بتحبي تبلشي من هون. اه بتحبي من الظهر. من وين ما حطتي علاماتك? انا عندي علاماتي محظوطين هون. الواحد والاثنين والثلاثة. هون في سبعة. تمام? انا هون علاماتي محظوطين. طيب. لو انا بدي اشتغل من فوق يعني عندي بعدين اه حطيت علاماتي وبدي اشتغل صدر وظهر القطعة البقية. بباشر شون بشتغل? بروح. من عند بداية الصطر لعند اول علامة. عم بشتغل الصطر قصيرة. بلف وبرجع. بترك علامتي بلف وبرجع على اول علامة من الطرف التاني. برجع بلف برجع على تاني علامة من الطرف التاني. برجع بللف وبرجع على تالية علامة. تاني علامة من الطرف التاني. وهيك لأخلص كل علاماتي بس خلصتن. بصير على آآ يعني آآ آآ صرت على شكل دائري كامل. طبعا هون كله عم بشتغل وجوة فبصير ببلش بالدائري. طيب انا هلأ بالعكس بدي اشتغل. انا عم بني اشتغل دائري. وبدي اشتغل للياقة. شون بدي احفرها? بقال لك عكس ما كنا نشتغل من الاعلى للاسفل. الغاية من هالحركة القصور القصيرة اللي عم نشتغلها انه نرفع الظهر عن الصدر لحتى يرتفع. يسعر لعنا فرق تقريبا اربع اصابع عن الصدر لغم الياء. طيب. شون بتشتغل بالعكس معناها? هيا قطي. وهذا الرجلان. وهون نص الياء. وهي ارقامي. الثلاثة والاثنين والواحد وهي السبعة. وهون في سبعة وهي الثلاثة والاثنين والواحد. وهي بداية الصدر. وبتمنى يا صبايا يعني التركيز يعني يعلى شوي لاني بفضل الله وتعالى الحمد لله والشكر لله الطريقة لأول مرة راح تلقيها وهذا بفضل آآ تجارب كتيرة. انا آآ يعني خلاصة التجارب عن بعضي. عندك هون. البداية انا اول شي يعني انا عم بشتغل آآ من الاسفل وبدأ اشتغل عكس ما اشتغلت من الاعلام. كيف? انا البداية هون. هلا. ها دا سطر البيض. هون علامة البداية عندك. رح ابدأ بالشغل. لوين اروح? لا اول علامة? لا. ليش? لاني انا ازا اخدت اول علامة. ورجعت على اول العلامة. انا شغلة الصدر. شغلة الاكمام. شغلة الظهر. فرح هيصير عندي اني آآ عم برفع الصدر. وبنفس الوقت عم برفع الظهر. صار عندي الصدر والظهر عالين والاكمام هني كأني حفرت فيه. تمام? فلزالك لازم اروح من هون. لوين? لعندي اول علامة آآ عندي حطيتها هون. عفوا. اخر علامة حطيتها. اول علامة. ازا نحكي من طرف الختمة. اخر علامة. ازا كنت بدك تختمي. ازا كنت بدك يعني اقرر خلاص انا اختم بدي اختم. وبدأ اختم. طيب ماشي. معناها عندك تل تشتغلي لهون. او متل حكايتي تشتغلي لهون تاختي الاربط عشر كله. وترجعي. لوين ترجعي لهون. هلأ هون بترجعي. بتختمي هون وبترجعي. وهي. لكن انا ما بدي اختم. انا بدي اشتغل قصطق قصيرة متل ما بشتغل ما الاعلى. بدي ليها جاهزة. طيب. علي. اطلع من هون. من خط البداية. اوصل لعند هاي العلامة. هون شاعد عندي سبعة. تنساهون. كأني ختمتون. برجع. بشيل علامتي. لوين بروح. اللي عند السبعة التانية. اللي منطرف التاني. بشيل علامتي. برجع. لوين بروح. على اللي الثلاثة. بشيل علامتي. برجع. لوين بروح. على الثلاثة. اللي منطرف التاني. بشيل علامتي. برجع. لوين بروح. على الاثنين. بشيل علامتي. برجع. لوين بروح على الاثنين المضطرف الثاني وكمان بشيل علامتي وبرجع ضل عندي الواحد بشيل علامتي برجع وباخد الواحد المضطرف الثاني وبرجع لوين برجع على بداية الصفر منهم انا اليه اخصت عندي وكله بالأسطور القصيرة ما بختم ولا قطبه تمام؟ هلأ هون انا علي فقط ولازم تنتبه على هالنقاط اذا عندي نقشة مثل ما قلتلك فهي شغالة بالدائري على وجه الابر المستقيمة على الوجه عنا شغل وعلى الافة عنا شغل مثلا عكس مهما كانت نقشته فتنتبهي اني يصطفك هلأ بخط الاول للروحة ان يكون هو من ادوار الوجه يعني تيجي انت مثلا هلأ احنا لفة من نفطل فيها دور امامي لفة عم نحسبها دور خلفي ما اكون مباشرة باللفة اللي فيها دور خلفي هلأ انا طيب اترك وارجع فاد اشتغل دور خلفي معناتها انا هون اشتغلت دورين خلفية هاي النقطة تتشتبهي عليها اذا انت عم تشتغلي بناقشة معينة هلأ مثل حكاية وهون رح يكون من الادوار الوجه الحصرا هاي النقطة النقطة نقطة تانية بتشتغلي بالاصطور القصيرة هون باي طريقة انت بتعرفيها بتتقنية احبرتكم الطريقة اللي انا بشتغل فيها بالعادي هلأ وقت الشغل وبكمل شغلي لعنك هون النقطة اللي كتير مهمة انا لما بشتغل بهاي الياقة الفرق النمر بنقص نمرة كاملة نمرة كاملة انا هلأ عم بشتغل بالثلاثة ونص رح اشتغل الياقة على الاثنين ونص والسبب هلأ شوفي انا حرط الرجلان عندي مرتاحة لكن انا بحسب دائما لقدام يعني هلأطعة بتندبس هل بتنغسل يعني تستهلك فقدر الامكان انا بدي اياها بضل محافظة على شكلها وخاصة اي عندي الشباب الله يخلي ولادكم في لاياتكم ولادنا في لاياتنا فأي اطعة بهاي الطريقة يعني بيفتحوا الياقة بهالشكل هاي فالياقة معرضة انه تفتح وتكبر بشو طبيعين هذا خيط لذلك بنقص نمرة كاملة لحتى اساعد الياقة بانه تمسك حالة اطول فترة ممكن اذا كانت نفس النمر اشتغلتي بفرض حرط تكبرجلان كانت قصيرة فمع الايام رح هذا الاطعة كلها معلقة بالياقة فتقلب فرح تسحب الياقة لتحت رح تشوفي الياقة رح تفرش عالصدر رح تنزل هيك اللاستيك اللي اشتغلتي انت هون الياقة رح تشوفي نزل عالصدر وعالاكمال فرشة الياقة جباري يعني هادا خيط دي اسحب تقل فالذلك بفضل انا اني تنشغل نمرة انقص من النمر المعتادة اللي انا عم باشتغل عليها فيه حال كنتي عم تشتغلين مثل الياقة اللي فرجيتك ياها الكنزة اللي اشتغلت عليها يعني هون تقريبا مثلك البيت المطاط فما في داعي لاني هالحركة ان شاء الله بشتغل معكم انا كنزة كيف رح تشتغلوا هيك البيت المطاط هاي الحركة بتضمن سبات الياقة على الرقبة بدون ما تكون صغيرة وبدون ما تتأثر بتقل الكنزة بتمنى تكون الفكرة سهلة بالذات للمبتدئات انا بنصح المبتدئة كتير شريحة من اللي عم بتعلموا جدد بحبوا يتعلموا مباشرة على الابر الدائري والشغل الدائري بدهم يختصروا الخياطة يعني اسباب كتير من ما بيحبوا مثلا الابر الخلفية الى اخرى مهما كان السبات بغض النظر ازا كنت انا موافقتكم كنت تباشر تعليم ما نتباع في شيء وتباشر تعليم على الابر الدائرية او على الابر المستقيمة هاي الطريقة بقلك اني بضمن لك دربة عاشرة عصافير بحجر واحد مو عصورة السبب بس خدي بقلك كم نقطة بس خدي اياسك هون الاياس عندك من الاسفل صح بس خدي صح ازا ما بتعرفي تاخدي اياسات انا نزلت فيديو لك كيفية اخذ المقاسات بدون حسابات اشتغلي سلسل بسنارة الكروشي خدي الاياس على اللي انتي رايتي واشتغلي بقفة سلسلة الكروشي اا خدي المطبات تطلع معك بداية مرينة وباشري على الاقبة على الابر وبشتغل بس كون بدايتك صحيح كل شي بيطلع معك صح شوفي أنا قلتلك من البداية بإني كل شي بالعكس يعني هلأ نحن نشتغل من الأعلى فالمفروض نقسم على ثلاثة فعننا الكمين ثلاث والظهر ثلاث والصدر ثلاث هلأ أنا بدون مقاعد أنا واثقة من حساباتي شون أخذتها بعرف إياساتي الصح إن شاء الله مية بالمية وعلى إياس الشخص والصورة رح تأكيد بتشوفيه على غلاف الفيديو فبدون ما عاد هيك أنا هلأ بعرف إني هون ثلاث هون ثلاث هون ثلاث مجرد بس خدي إياس صح مثل ما عم بقلك بنات كل مين بتحب تباشر بالقبر الدائرية باشر بالقبر الدائرية ما في مشكلة لكن بتجب تتقني عنا شغل الدائرية صح مهما بسطنا لك الحسابات مهما عطيناكي طرق للحسابات لكن بالنهاية في حسابات بكتشتغلي عليها وزائد إنك تتشتغلي توصلي لوين لهون أكتر المشاكل الصبايا بيوصلوا فيها عند حردة القبط وبتظهر عند المشاكل الكم صغير الحردة قصيرة الصدر كبير الظهر أعرض يعني وخاصة إذا كنت عم تشتغلي بي نقشة فتظهر المشاكل وهون بصير نوع من الأحباط ليش لأني أصلاً هي اشتغلت يعني أنت شغالة بهال المنطقة أطول الأدوار فهي فعلاً تعبت وخاصة إنك مبتدية فعلاً إنك تعبتي وبالأخير حصلت على نديجة ما هي مطلوبة رح يصيرك إحباط لذلك البداية من هون على الأقل أنا بكون بس هي علي أعرف منه إذا عليكي بتقيسي عليكي هالسلسلة مو عليكي على الشخص بتقيسها السلسلة وباشر الشغل وبنفس الوقت بتوصل لعنز الياء لا عندك بم لا عندك بس عرفي شون دا بتحفر الياء وارسمي الياءتك بالشكل اللي بتحبيه من كنتي بدك تروحي على الكتاف من كنتي بدك تروحي على الضهر من كنتي بدك تشتغلي هلا هيك من الحكايتي الياء دعمين بقلك ارسميها بالطريقة اللي أنت بتحبيها هيك بتكوني عم تحفري وبنفس الوقت اضغبت جاهزة على الشغل فقط تبديل إنك بتمنى إني أكون وصلت الفكرة صح آآ بدي أباشر معكم بالشغل خليني أدير قطعتي هلا هيك ونباشر أنا شوي اشتغلت مشان ما أطول عليكم بالشغل خليني أرتب خيطاني وقطعتي وأباشر معكم بالله صبايا ومنحكي عن الحرك من وين نباشر؟ أنا أبدأ باشر هاي علامتي الصفرة ليه بداية السطر عندي هاد من أدوار الوجه يعني عندي تغيير نقشة وعندي آآ خط الرجلان فيه تنقيص النقطة المهمة اللي ما حكيت عنا هو الاعداد اللي أنا عم بشتغل عليها عندي هاي الياقة متل ما قلت لك أنا قسمت سبعة ثلاثة اثنين واحد سبعة ثلاثة اثنين واحد يعني هون في عندي أربطعشر تمام؟ هادا خط الفاصل اللي حسبته بالحسابات بإني هون الاعداد عندي شوفي من هالفاصل لهاالفاصل عندي الاعداد من هالفاصل لهاالفاصل من هالفاصل لهاالفاصل تمام؟ هون طبعا مو كل الياقة ليش؟ لأني عندي أنا رجلان الرجلان شغال يعني الرجلان طالما أنا عم بشتغل بالياقة ما بيوقف بدي أضل أناقص فكم حردة عندي؟ ثلاثة فأنا من الأساس حسبت حسابة ثلاثة قطب هادود طالما عم بشتغل بحرد بالياقة فأنا بدي أناقص كل مرة رح أناقص كل مرة رح أناقص ثلاث حردات ثلاثة قطب لتناقص تمام؟ بعدين بتبلج عندي حردة الواحد وهاي الاثنين وهي الاثنين وهي الاثنين وهي الاثنين وهي الاثنين وهاي الاثنين او الاربط عشر نفس الشيء بالطرف الثاني فأنا لما باشرت اني كيف بدي أاخد حزبتي بهاي الطريقة مسكت هدول الفاصلين. شلت كم حرد بدأ احرض? تلاتة. شلت تلات قطاب من هون. تلات قطاب من هون. عديت. واحد واحد. هاي واحد. تنين تنين. هاي تنين تنين. تلاتة تلاتة. هاي تلاتة تلاتة. اش قد ضل عندي? قد ضل عندي اربعة عشر. يا اما ابدأ انصف سبعة بسبعة. يا اما ابدأت وخيفة. واخت مفتحة. تمام? راح نباشر. وسادة عند الصدر. بنقل على علامتي. بشتغل اختصاري. تمام? ناقش دي بشتغله. العادة نحن متل ما قلت منشيل اول علامة. لأ انا العلامة راح اخليهم وراح اروح على اخر علامة. فعندي هلأ خلفية. بنقل على علامتي. هون كمان خلفية. هلأ عندي امامية. بنقل على علامتي. شوفي? هيحدد اللي ثلاثة. تمام? شوفي عندي نقشة? امامية. 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 تمام? خلص. هلأ بشيل علامتي. كأني شوفي اشتغلت هالسبعة ورجعت ختمتن. تنساهم. باللف. وينصرت هلأ? انا على دور الافا. طيب دي اشتغل الاصطر قصيرة. اللي علي اني اول قطبة هي هي. بسحبها متل ما هي. هيك بسحبها. وبقلق خيطي. يوفي? لتصير عندي القطبة بخيطين. تمام? برجع برجع خيطي لفوق. ليش? لأني اللي بعد عندي ديها خلفية. انا هلأ عم بشتغل ادوار الخلف. صار عندي نظامي. اه دور امامي دور خلف. عم بشتغل دور خلف. بدي اشتغل. لوين بدي اروح بشغلي هات. وعلاماتي بنقلها. ما بتتركيهم حتى ما تخربطي. بتشتغل. لوين بتوصلي. بلف اللف هي. بوصل لعندي العلامة الزرع. هاي. بكون كأني اشتغل وختمت. وارجعت. لكن انا لا اشتغل ولا ختمت. لكن بدي اشتغل هون. سطر قصير. والف وارجع. تمام? رح اكمل اللف هي. وارجع لكم ان شاء الله. نقلت علامة الفاصل. اشتغلت. نقلت اول علامة. اشتغلت. اشتغلت. نقلت تاني علامة. اشتغلت. اشتغلت. لو اني عم بختم لازم يا اما عن نصف اوصل وارجع اختم يا اما بكون خاتمتا مع الطرف اللي يجب. اشيل علانتي. وبلف شغلي. لفيت. وبلشت باول اطبة. علي اني اسحب اول اطبة. كيش? لاني اشتغل ساتي قصير. خيصي. بلفه. برجع بها الشكل. ليش? بدي اساويه بخيطين. عم بشتغل صوت قصير. برجع برجع خيصي. لتحت. كمان ليش? لاني انا عم بشتغل. هلأ بدي اطبة امامية. ازا كان من دك تشتغل اطبة خلفية فارح يضل فوق. صارت الاطبة بخيطين. علي اني اشتغل. وصلت على دور الوجه هلأ. كمان? معناتها عندي تغيير نقشة. شوفي. هاي نقشة دازت تغير من هون. بنقل علامتي. هون عندي. بسم الله. كمان تغيير نقشة هون. وهي. وضل عندي قطتين للفاصل. فعندي السحب. هلأ انا بشتغل. آآ بحردة الرجلان. السحب. وقلب. ختمت. وين بدي اكمل. هلأ بكمل هيك. لو اوصل عند العلامة التانية. بعمل سطر قصير. بقلب خيطين. ما بنسى هالحركة لحتى ما يبين فرق بين الياقة والبدن بالشغل. برجع. باخد علامة التانية الزرقة. برجع. كمان بساوي سطر قصير. برجع. باخد علامة الزهرية. آآ بساوي سطر قصير. برجع. بوصل. لوين? بشتغل لهون. باخد العلامة الزرقة. وبرجع. بوصل لعند العلامة الصفرة. هاي بداية الشغل. من هون. دي باشا عندي شغل الياقة. الريد. فانا بدي ابدي الوقت النمر. وان شاء الله بس وصلت. رح اختم هدول. يعني آآ بالاصل القصيرة. وارجع لكم عن بداية الصفرة. طبا يا خلص انا حفرة الياقة. وهلأ ظل علي فقط اني اشتغل الياقة. شلون بدي اشتغل الياقة? انا فقط رح اشتغل معكم اول دور. لحتى آآ يعني اعرض عليك كيفية شغل الاطبق اللي صارت معنا بدي خيطين. تمام? هذا اللي بهمني بهذا الخط. ونقطة تانية بدي اركز عليها وكتير مهمة. وانا بحط لك الخيارات. آآ بالنسبة لهي الياقة. بفضل انك متل ما قالت سابقا انك تشتغلي بنمرأ انقص. يعني انا عم بشتغل على ثلاثة ونص. هلأ البداية رح تكون معي على اثنين ونص. تمام? بتحبي بتكملي الياقة كلها اثنين ونص فرضا يعني. او فرق نمرة. تكملي الياقة كلها ياتا اذا بتحبيها ماسكة حالة. ويعني آآ تضل ماسكة على الرقبة. بتحبي آآ خيار تاني انك تشتغلي آآ اول ثلاث اصابع او اول اصبعتين لتضمني مسكة الياقة. السبب اني هذا الياقة كلها شايلة القطعة كاملة. يعني بالايام بفرض انتي انتي انا ما بدي ابدل النمر. وبدي اشتغل متل ما كنت عم بشتغل. اكمل على ثلاثة ونص. بدل ما اني مباشرة. هاد خيط بيسحبت الكنزة كلها معلقة بالياقة. مع الايام احنا نحسو كمان حساب لقدم. يعني مو ما اقول احنا عم نشتغل قطعة. ومستقبلا بعد شهر شهرين غسل غسلتين. تبلش ترخي. الياقة تفتح. هادة كله رح يصير. رح ينزل الريب عالصدر. آآ رح تلاقي الياقة سحلت. وبنفس الوقت طالما سحلت الياقة فالقلب رح تنقص. رح يصير موديلا ما هو حلو نهائيا. لذلك. عندك الخيارات. اما تباشري انقص بنمرة. وتكملي. بدك تباشري وانا رح اشتغل هيك. آآ تقريبا شيء اصبعتين. اصبعتين ونص. رح اشتغل بنمرة انقص. يعني عاثنين ونص. لحتى اضمن انه تمسك الياقة آآ اطول فترة ممكنة. حتى لو استخدمها بطريقة ما هي صحيحة باني لما بيشلحها. وبعدين اكمل آآ قبل اللفة. اكمل تقريبا بشي اصبعة او اصبع ونص. اتكمل بتلاتة. يصير عندي فرق آآ نص نمرة فقط. اكمل بتلاتة الكنزكل. الياقة كلها. تمام? بتحبي آآ تشتغلي اصبعتين آآ هاي الخيار التالت. انه تشتغلي اصبعتين بفرق نمرة. آآ اصبعتين تانية بفرق آآ نص نمرة. يعني تنتقلي على تلاتة. وتكملي الواجهة اللي ده تقلب على نمر النفس اللي عم تشتغلي فيه. مثلا هلأ مثل انا على تلاتة ونص. ازا كنت بتحبي الياقة هيك مفتوحة فير شي يعني كشكل خارجي بتكملي على تلاتة ونص. تمام? هاي هي النقاط اللي ببتي اركز عليها آآ ونقطة كمان مهمة الختمة. بالنسبة له الختمة احيان ليش متعلم تقنات كتير ان كان بالختم ان كان بالبداية ان كان لحتى تساعدنا بهالاوقات هاي. اختم بطريقة الختمة رح يكون الى الفيديو خاص فيها بدون صوت. بدي منك. اكيد رح ينزل قبل ما تنزل هذا الفيديو. بديك تركزي على لفة الخيط قبل القطبة الامامية وقبل القطبة الخلفية. لاني فيه فرق باللفة الخيط. لحتى احصل على ختمة مرنة. اتساعدني انا عم بشتغل ياقة عالي. تمام? رح اباشر معكن. من وين? من بداية السطر. ورح ابديل النمر. ارتب خيوطي. وارجع لكم. جهزت ابر الاتنين ونص ميلي. كمان جهزت ابر الاتلاتة. لاني متى ما قلتلك رح اشتغل على مرحلتين. مرحلة سبعتين ونص بالاتنين ونص. واكمل الياقة على ثلاثة. تمام? البداية. عندي اول قطبة. هون بعد الفاصل. تمام? هلأ. خليني اشتغل هاي القطبة. هاي القطبة محسوبة على الدور اللي قبلها. اول قطبة. متل ما حكينا ببداية الكنزة. لما بدي انتقل من اه مسلا من الريب لالكنزة. لازم اسحب اول قطبة لاني انا عندي شغل دائري وشغل دائري حلزوني. تمام? هاي باسحبها. وهي قطبة امامي. بقلط وبشتغل قطبة خلفية. علاماتي ما بقى تلزمني. فقط بداية السطر. العلامة الصفراء هي اللي راح تلزمني. بحضل عم بحاططها. ما بشيلها. وبكمل امامية خلفية. الريب كله امامي وخلفي. وصلت صبايا هلأ انا عند القطبة اللي بخيطين. قبل بقطبة هاي امامية. تمام? وهاي راح تجيني خلفية. كيف بدي اشتغلها? بارفع خيطي. وهي بخيطين. فبروح وباخدها بالخيطين. شايفة? هي بخيطين كان ماهن بين كتير. هدول الخيطين. باخد الخيطين مع بعض. تمام? وبشتغل قطبة خلفية. اجتني قطبة هلأ شوفي كمان بخيطين لكن امامية. باخدها. كأن عم بشتغل قطبة امامية لكن باخد الخيطين مع بعض. تمام? وهيك. نتبهي كيف عم تاخدي القطبة. بقلق خلفي. هلأ بجعت اجتني شوفي هاي. بشتغلها امامية. وهيك بكمل. لنهاية الياقة. باخد كل القطبة اللي بيخيطين باخد الخيطين وبشتغلون قطبة. رح اكمل ياقتي. واختم. وان شاء الله اكون ما نسيت شيء من الملاحظات المهمة. بتمنى اني اكون افدتكن. وبوعدكن ان شاء الله دائما بكل شيء جديد. ومفهوم مختلف عن التبيكو. بتشكركن. بتمنى دعواتكن. بتمنى منك اللايك والاشتراك اذا ما كنتم اشتركة. والشير للفيديو اللي تعم الفائدة. والسلام عليكم ورح تتلاهوا بركاته. ترجمة نانسي قنقر